يحاول أسل إرم وبير إرمين الهروب من مكان وجودهما في السجن يبحث أوزان وطارق عن سليم وبرشين في كل مكان ويحتفظان بجنكيز معهم عندما اكتشف سيبل أن بيرشين متورط أيضا في خطة الاختطاف التي وضعها جنكيز تهدده من ناحية أخرى يحاول كوراي أن يثبت لشهر سبتمبر أن ياؤم زغني الإرم المرتبك ويشتبه في أن ياؤم زغني مع قوة الهدية في الواقع يحاول الاتعاد عن الشاعر الشاعر من ناحية أخرى يريد منع بيرمين من محاولة إصلاح الأمور بينه وبين ديسمبر سيطلب سيبل من جنكيز المساعدة البرشين من ناحية أخرى أصبح سبتمبر ويا إرمز قريبين جدا كوراي الذي يرى هذه الأشياء مستعد لفعل أي شيء لمنع هذه العلاقة لا يحتاج أسل إرم إلى إظهار الكثير من الغضب للشاعر يمكنه التحدث معه وإخباره أنهم سيبقون على مسافة ويركزون على دروسهم ويتحدثون عن المستقبل بعد الانتهاء من دروسهم أنا حقا لا أفهم لماذا يتخذ مثل هذا الموقف دون سبب آمل أن تضع والدتي هذه المواقف وراءها في أقرب وقت ممكن نريد أن نرى مشاهد الحب من أسل إرم وأوزام أسل أوس من يأخذ الطريق إلى زمير مع والدته بعد أن فقد منحته الدراسية يحاول طارق تغيير هذا الوضع سيبل سيحاول طرق أخرى لجعل خطط العمل بشكل أسرع في موازاة ذلك ستدخل يا إرمز في عائلة إل إرميل دون أن تلاحظ ذلك لا يحب كوراي ورازي هذا الوضع وسيحاولان منعه الهدية تطلب في الواقع شيئا لا يستطيع فعله يجتمع مجلس إدارة المدرسة ويقرر عن الشاعر والأصل في الواقع أوزام هم على استعداد لفعل أي شيء لحماية بعضهم البعض من ناحية أخرى يخطط رازية لتقريب كوراي وإل إرميل من ناحية أخرى يحاول يغيز مقابلة سبتمبر يجب أن يذهب أسل إرم وأوزان إلى مجلس التأديب بسبب الفيديو المشترك يتعين على أوزان وأسليم الابتعاد عن بعضهم البعض بسبب هذا الحادث بينما يحاول أوزان تبرئة أسليم يتآمر ممتاز ضد أوزان في موازاة ذلك جاء يا أمز إلى القرية لرؤية سبتمبر كوراي ونوران لا يغادران سبتمبر وحدهما إنها مسألة وقت فقط قبل سبتمبر ويتم القبض على يا إرمز وهو يحاول الاجتماع سررا يحقق أوزان لمعرفة من نشر الفيديو عندما شاهد هدية الفيديو قرر عدم الوقوف عليه وأخذ أسليم إلى أزمير سيحاول الشاعر إثبات نفسه ومنع هدية طارق في موازاة ذلك سقط سبتمبر على طريق القرية مع والدتها بناء على طلب والدها رازية وكوراي لا يعتزمان مغادرة إل إرمل هناك يحاول يا إيمز كل وسيلة للوصول إلى سبتمبر قام بيرشين بتفكيك الخطة التي وضعها لفتح العلاقة بين أوزان وأسليم على أسليم يحاول أن يحرض أوزان وأسليم ضد بعضهم البعض يواصل بيرشين وضع خطة متتالية تحاول سيبل مساعدة بيرشين من ناحية ومن ناحية أخرى تبحث عن ضعف طارق من ناحية أخرى فإن يا إرمار الذي يعتقد أكاذيب رازية وكوراي سيسبب توترا مع إل إرمل استمروا في البحث عن أوزان وأسليم من خلال البقاء في الحفرة طوال الليل يصبح أوزان وأسليم أقرب إلى بعضهم البعض تواصل سيبل التحقيق في الأحداث بفكرة أن طارق يخونها في موازات ذلك يا إرمز يبحث في طرق لمساعدة إل إرمل مع قضية الفصول الدراسية تخطط مراسيم سبتمبر لتعطيل العلاقة بين رازية وإل إرمل ويا إرمز في الواقع عندما سمعوا أن أوزان وبرشين مفقودين جاءت العائلات إلى الغابة بحثا عنهم تعتقد سيبل أن طارق على وشك شيء ما وستأتي بعد ذلك يبذل طارق جهدا لسماع الحقيقة من فم الهدية من ناحية أخرى ينتظر سبتمبر الأخبار السرة من الفصل الدراسي تستمر خطط كوراي ورازي حتى سبتمبر في الخطة التي وضعها سيبل وبير أوشين يذهب أوزان أسليم وبير إرمين إلى المنزل الجبلي يحاول بيرشين الاقتراب من أوزان في المنزل الجبلي لكن أسليم ينسحب من نفسه بينما يطارد طارق الهدية ليكتشف الحقيقة يضع منتاز سيبل بعد طارق في خطة وضعها بنفسه في موازات ذلك تم أعداده الامتحان الفصل الدراسي بمساعدة سبتمبر يا أومس يقاوم طار أوشك الحصول على الإجابات الصحيحة من الهدية الآن يضع بيرشين مع والدته خطة للحصول على الشاعر مرة أخرى لكنه يحتاج إلى أسليم من هذا يطلب بيرشين المساعدة من أسليم مرة أخرى من ناحية أخرى يدرس سبتمبر بمساعدة يا أومس من أجل الدخول إلى الفصل الدراسي مجانا يواصل كوراي ورازيا متابعة خططهما في موازات ذلك سيفعل ممتاز كل شيء لمنع جليدي من دخول وظائف الجامعة سيطلب بيرشين من أسليم المساعدة في الانفصال عن أوزان في الواقع يتناقض مع ما إذا كان سيساعد بيرمين أم لا بسبب اللطف الذي فعله مع والده تار أوشك مهوس بالجمل التي قالها جيفت أثناء وجوده في العناية المركزة سيحاول التحدث عن هذه المسألة مع الهدية في موازات ذلك يواصل كوراي ورازي خططهما لتحقيق سبتمبر جاءت الهدية من العناية المركزة وجاءت بمفردها في ذهن طارق تلك الجملة التي قالتها الهدية وأثناء وجوده في العناية المركزة تمر اشترى أوزان ويا إرمز أزراري أكمام من جينكيز بينما يعمل بيرشين وسيبل على خطتهما للتخلص من أسليم تماما سيطلب أوزان المساعدة من بيرشين هدية ربما في العناية المركزة بسبب نزيف في المخعان لا يستطيع أسل إركم ترك رأس والدته بينما يبحث أوزان في كل مكان عن والد أسل إركم مع يائركس عندما يكتشف بيرشين أن والد أسليم سرق أزرار أكمام والده سيستخدم هذا كورقة رابحة ضد أسليم من ناحية أخرى يحاول كوراي الدخول في عيون سبتمبر لقد أحببتك مرة واحدة انتهى فيديو المعلومات الخاص بنا هنا لا تنسوا الاشتراك في قناتي وتشغيل الإشعارات اشتركوا في القناة